اشتركوا في القناة اما بعد فنكمل ما بدأناه من هذه الرسالة اللطيفة لمعة الاعتقاد للامام الموفق ابي محمد عبد الله بن احمد ابن قدامة الجماعيلي العمري العدوي رحمه الله تبارك وتعالى واستمروا الامام بن قدامة مقدسي رحمه الله تعالى في سرد المعتقد اهل السنة والجماعة ويبدأ الكلام اليوم في كلام الله تبارك وتعالى فقال رحمه الله جل وعلا ومن صفات الله تعالى انه متكلم بكلام قديم يسمعه من شاء من خلقه سمعه موسى عليه السلام منه من غير واسطة وسمعه جبريل عليه السلام ومن اذن له من ملائكته ورسله كلام الله تبارك وتعالى صفة من صفاته وعندما نقول صفة من صفاته يعني غير مخلوق غير مخلوق لأن الله غير مخلوق وصفاته غير مخلوقة سبحانه وتعالى وقلنا ان كلام الله غير مخلوق لأدلة كثيرة وليس هذا مجال سردي جميع هذه الأدلة ولكن كما قيل يكفي من القلادة ما احاط بالعنق فالله تبارك وتعالى يقول ألا له الخلق والأمر ففرق الله بين الخلق والأمر وقال وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا فبيّن أن الموحى هو من الأمر فهو ليس بخلق وكذلك قال الله تبارك وتعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فكلمة كن كلام من كلام الله تبارك وتعالى ولا يمكن أبدا أن يخلق بالكلام والكلام مخلوق وقد تقرر عند العقلاء أن الخالق لا يخلق وأن المخلوق لا يخلق أبدا فلو كان الكلام مخلوقا فكيف يخلق به سبحانه وتعالى وكذلك الله جل وعلا أخبر عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أو أمر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يقول أعوذ بكلمات الله التامات ولا يمكن أبدا أن يستعاذ بغير الله والاستعاذة بغير الله شرك ولا يمكن أبدا أن يعلمنا النبي الشرك فعندما نقول أعوذ بكلمات الله لا يمكن أن تكون مخلوق إذ لا يجوز الاستعاذ بمخلوق ولا يستعاذ إلا بالله وكلماته صفة له سبحانه وتعالى فالشاهد من هذا كله أن كلام الله سبحانه وتعالى غير مخلوق بل هو صفة لله تبارك وتعالى وجميع صفات الله غير مخلوق لأن الله تبارك لم يكن في يوم من الأيام بدون صفات سبحانه وتعالى حتى يخلق هذه الصفات تكون له جل وعلا بل صفاته قديمة كما أنه قديم سبحانه وتعالى وهو الأول وصفاته الأولى جل وعلا وكلام الله كما قال أهل العلم يتفاضل الكلام نفسه يتفاضل من حيث دلالته ومن حيث تأثيره يتفاضل كلام الله تبارك وتعالى من حيث الدلالة فهناك الناسخ والمنسوخ وهناك الواجب والمستحب وهناك الأمر والنهي وكذلك يتفاضل من حيث التأثير فعندما تقرأ مثلا قول الله تبارك وتعالى وجوه يومئذ الناظرة ليس كما تقرأ قول الله تبارك وتعالى للذكر مثل حظي الأنثيين فتجد بعض الناس مثلا إذا ذكرت آيات معينة من كتاب الله تهزه كما قال جبير بن مطعم كنت أطوف حول الكعبة فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهذا قبل إسلامه فقرأ سورة الطور فكاد قلبي أن ينفطر يعني من قراءة هذه السورة العظيمة وأنت ترى نفسك أحيانا بعض سور القرآن عندما تقرأها تهزك وقد تبكي وبعض سور القرآن لقد لا تفعل ذلك فيك فتأثيرها يعني مختلف أما من حيث المتكلم فلا تتفاضل لأن المتكلم واحد وهو الله سبحانه وتعالى أما من حيث الكلام فيتفاضل من حيث أثره ومن حيث دلالته وإشاراته وكذلك موضوعاته قال يسمعه من يشاء من خلقه سبحانه وتعالى كما أسمعه موسى صلوات ربي وسلامه وأسمعه ملائكته قال بأنه سبحانه وتعالى يكلم المؤمنين في الآخرة ويكلمونه ويأذن لهم فيزورونه قال تعالى وكلم الله موسى تكليما وقال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي وقال سبحانه منهم من كلم الله وقال وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من ورائه حجاب وقال فلما أتاه نودي يا موسى إني أنا ربك وقال إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وغير جائز أن يقول هذا أحد غير الله إني أنا ربك لا إله إلا أنا فاعبدني هذا لا يمكن أن يقوله غير الله سبحانه وتعالى فالله تبارك وتعالى إذن يتكلم سبحانه وتعالى ويسمع كلامه من شاء وما تميز موسى عليه الصلاة والسلام على الناس بقوله كليم الله إلا إنه سمع كلام الله سبحانه وتعالى فالقصد أننا نثبت لله جل وعلا الكلامة جل وعلا وليس ككلامنا بل هو كلام يليق به سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته أهل السماء قال وروي ذلك عن النبي والصحيح أنه موقوف على بن مسعود والموقوف في مثل هذه له حكم الرفع لأن هذا من أمر الغيب وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد علم عنهم أنهم لا يتكلمون بأمر الغيب إلا بشيء سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم فهم أتقى من أن ينسبوا لله تبارك شيئا لم يسمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم وهم يسمعون قول الله جل وعلا ولا تقفوا ما ليس لك به علم وقول الله تبارك وتعالى وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولذلك نص أهل العلم على أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا تكلموا بشيء من أمور الغيب فالأصل فيه الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولكنهم أحيان ينسبونه إلى النبي وأحيان لا ينسبونه وإنما يقولونه بلاغا للناس قال وروا عبد الله بن أنيس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يحشر الله الخلائق يوم القيامة عراتا حفاتا غرلا بهمة عرات من الملابس حفات من النعال غرلا أي من الختان بهمة أي ليس معهم شيء من حطام هذه الدنيا فارغون من كل شيء ليس معهم شيء قال فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب يقول أنا الملك أنا الديان قال رواه الأئمة واستشهد به البخاري علقه البخاري وإسناده صحيح فقوله يناديهم بصوت سبحانه وتعالي وهذا فيه رد على من يقول إن كلام الله نفسي بدون صوت خشية أن يشبهوا بكلام البشر وهؤلاء وإن كانت نيتهم طيبة وهم قصلوا تنزيه الله سبحانه وتعالى إلا إنهم أخطأوا في هذا خطأ عظيم فإننا يجب علينا أن نثبت لله ما أثبته لنفسه سبحانه وتعالى فقال سبحانه وتعالى وكلم الله موسى تكليما وسمعه موسى صلوات ربي وسلامه عليه فكيف يقال بعد ذلك إنه تكلم بغير صوت وإنما هو كلام النفسي ولذلك اضطربوا كثيرا في القرآن الكريم عندما يقال عن القرآن الكريم ما تقولون في القرآن قالوا هو كلام الله طيب هل القرآن مخلوق أو غير مخلوق إذا قلنا إن كلام الله غير مخلوق فهل القرآن مخلوق أو غير مخلوق قالوا غير مخلوق طيب إذا كان كلاما نفسيا كيف سمعه النبي صلى الله عليه وسلم فاختلفوا على مذهبين فمنهم من قال إن الله تبارك وتعالى تكلم بالقرآن كلاما نفسيا ففهمه جبريل أي ألقاه في روع جبريل ثم جبريل عبر به فيكون القرآن وقال آخرون بل تكلم الله به كلاما نفسيا ففهمه جبريل ووعاه ثم ألقاه كذلك إلى محمد صلى الله عليه وسلم بنفس الطريقة التي سمعها من الله وعبر عنه محمد صلى الله عليه وسلم فقالوا هو كلام محمد وهذا في النهاية صار مخلوقا لأن جبريل مخلوق ومحمد صلى الله عليه وسلم مخلوق وهذا باطل من القول وزور بل الصحيح أن كلام الله تبارك وتعالى غير مخلوق ومنه القرآن الكريم وأن الله جل وعلا يتكلم بصوت ويدني إليه العبد يوم القيامة ويكلمه من غير ترجمان جل وعلا وقد كلم الله تبارك وتعالى شهداء أحد بعض شهداء أحد كلمهم الله تبارك وتعالى كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فالقصد أن أهل السنة والجماعة بناء على النصوص الواردة في الكتاب والسنة يثبتون لله الكلام وأن الله جل وعلا يتكلم وأن الله تبارك وتعالى يسمع من شاء ما شاء من كلامه جل وعلا قال وفي بعض الآثار أن موسى عليه السلام ليلة ليلة رأى النار فهالته ففزع منها فناداه ربه يا موسى فأجاب سريعا استئناسا بالصوت فقال لبيك لبيك أسمع صوتك ولا أرى مكانك فأين أنت قال أنا فوقك وأمامك وعن يمينك وعن شمالك فعلم أن هذه الصفة لا تنبغي إلا لله تعالى فقال كذلك أنت يا إلهي أفكلامك أسمع أو كلام رسولك قال بل كلام يا موسى هذه من الإسرائيليات وإنما ذكرها المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى ليدلل أن حتى كتب أهل الكتاب تذكر أن الله يتكلم وأن كلامه يسمع وإنما يغنينا ما في الكتاب والسنة عن هذه الإسرائيليات التي قد تصح وقد لا تصح ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا الطريقة المثلى في التعامل مع هذه الإسرائيليات فقال لا تصدق أهل الكتاب ولا تكذبهم فنقول الله أعلم بصحة هذه ويكفينا ما صح في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء في كتاب الله جل وعلا ثم قال ومن كلام الله القرآن العظيم إذن القرآن بعض كلام الله وليس هو كل كلام الله القرآن بعض كلام الله فالإنجيل كلام الله والتوراة كلام الله والصحف كلام الله والزبور كلام الله والذي كلم آدم كلام الله والذي يكلم به الملائكة كلام الله والحديث القدسي كلام الله وما سيكلم الله به المؤمنين في الجنة وفي يوم القيامة كلام الله فكلام الله تبارك وتعالى لا يحصى ولا يعد سبحانه وتعالى أما القرآن الكريم فمحصي معدود معروف له بداية وله نهاية فالقرآن الكريم إذن هو بعض كلام الله وليس هو كل كلام الله كما قال الله تبارك وتعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله الذي هو القرآن الكريم فالقرآن الكريم إذن كلام الله ولكن ليس هو كل كلام الله ولكنه بعض كلام الله جل وعلا قال وهو كتاب الله المبين وحبله المتين وصراطه المستقيم تنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين بلسان عربي مبين منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود أما قوله منزل غير مخلوق فقلنا كذلك كما قال الله تبارك وتعالى نزل به الروح الأمين على قلبك فالقرآن الكريم منزل من عند الله تبارك وتعالى غير مخلوق لأنه صفة لله تبارك وتعالى والله غير مخلوق صفاته كذلك غير مخلوقه قال منه بدأ أي أول من تكلم بالقرآن هو الله سبحانه وتعالى وإليه يعود حيث يرتفع قبل يوم القيامة أو قبيل يوم القيامة من الصدور ومن الصطور يرفعه الله تبارك وتعالى حتى لا يبقى في المصحف آية ولا في الصدر آية يرفع الله القرآن سبحانه وتعالى وذلك إذانا بقرب يوم القيامة قال وهو سور محكمات وآيات بينات وحروف وكلمات من قرأه فأعربه فله بكل حرف عشر حسنات له أول وآخر وأجزاء وأبعاظ أجزاء وأبعاظ يعني يقسم القرآن إلى أجزاء ليس بالضرورة الأجزاء التي نعرفها من الأول إلى الثلاثين ولكن يمكن يجز إلى أجزاء أكثر من ذلك أو أقل وأبعاظ أي نقول هذا بعض القرآن وهذا بعض القرآن وهذا بعض القرآن أنتم ترون الآن مثلا القرآن الكريم يطبع أحيانا على أجزاء أحيانا يطبع كل جزء على حدة وأحيانا يطبع خمسة أجزاء على حدة وأحيانا ستة أجزاء على حدة وأحيانا خمسة عشر جزءا على حدة وهكذا فهو إذن يتبعض ويتجزأ القرآن الكريم قال متلوم بالألسنة محفوظ في الصدور مسموع بالآذان مكتوب في المصاحف فيه محكم ومتشابه وناسخ ومنسوخ والناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم أو اللي نقول الناسخ والمنسوخ مطلقا هو ثلاثة أنواع النسخ ثلاثة أنواع إما أن يكون النسخ لللفظ وإما أن يكون النسخ للمعنى وإما أن يكون النسخ لللفظ والمعنى يعني أحيانا ينسخ اللفظ وإحيانا ينسخ الحكم وإحيانا ينسخ اللفظ والحكم كله وارد كله وارد فمن نسخ اللفظ كما جاء عن عائشة رضي الله عنها كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات يحرمنا ثم نسخنا بخمس فهذا من نسخ اللفظ ونسخ الحكم أيضا منسخ اللفظا وحكما ومن منسخ اللفظ دون الحكم ما جاء عن عمر رضي الله عنه كان فيما أنزل من القرآن الشيخ هو الشيخ إذا زنيا فارجموهما البتة فالحكم باقن ولكن اللفظ غير موجود ومن نسخ الحكم وبقاء اللفظ قول الله تبارك وتعالى الوصية للوالدين والأقربين ثم قول الله تبارك وتعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثين ووزع الموارث سبحانه وتعالى فلفظ الآية باقن والحكم منسوخ وكما في قول الله تبارك وتعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج ثم قال في الآية الأخرى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسنا أربعة أشهر وعشرة فنسخ الحكم وبقي اللفظ فالقصد أن النسخة إما أن يكون للحكم واللفظ أو يكون للحكم فقط مع بقاء اللفظ أو يكون لللفظ فقط مع بقاء الحكم كل هذا موجود وارد قال وخاص وعام أي فيه هناك آيات مخصوصة وآيات عامة آيات مخصوصة وآيات عامة يعني من الآيات العامة مثلا قول الله تبارك وتعالى يوصيكم الله في أولادكم يوصي من؟ يوصي الجميع فهذا لفظ عام الجميع مأمور بهذا للذكر مثل حظ الأنثين هذه الآية خصصت بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن معاشر الأنبياء لا نورث فأخرج الأنبياء من عموم النص أخرج الأنبياء من عموم النص فهذا تخصيص لهذا النص العام فالقصد أن هذا من التثقال وأمر ونهي يعني القرآن فيه أمر وفيه نهي فالأمر أقيم الصلاة والنهي ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارة أو إنما الخون والنيسر رجس من عمل الشفاج تنبوه فهذا نهي فالقصد أن القرآن يجتمل على هذا كله قال لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد وقوله تعالى قل لين اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ظهيرا أي معينا وناصرا قال وهذا هو الكتاب العربي الذي قال فيه الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن وقال بعضهم إن هذا إلا قول البشر فقال سبحانه وتعالى سأصليه سقر أي من قال مثل هذا الكلام أنه قول بشر وقال بعضهم هو الشعر فقال الله تعالى وما علمناه الشعر وما ينبغي له إنه إلا ذكر وقرآن مبين فلما نفى الله عنه أنه شعر وأثبته قرآنا لم يبق شبه لذي لب في أن القرآن هو هذا الكتاب العربي الذي هو كلمات وحروف وآيات لأن ما ليس كذلك لا يقول أحد إنه شعر يعني يقصد أن القرآن الموجودة الآن المتداول بين الناس هو الذي قال عنه المشركون هذا شعر فنفى الله عنه أن يكون شعرا وقال هو آيات بينات أي هذا القرآن الموجود قال وقال عز وجل وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله قال ولا يجوز أن يتحداهم بالإتيان بمثلي ما لا يدرى ما هو لا يعقل يعني أن الذي تحداهم الله به هو القرآن الموجود حاليا وما زال التحدي قائما إلى يومنا هذا إلى أن تقوم الساعة قال وقال تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقائه نفسي فأثبت أن القرآن هو الآيات التي تتلى عليهم وقال تعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وقال إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون بعد أن أقسم على ذلك أي هذا الذي هو بين أيدينا هو القرآن هذا الذي يريده المؤلف أن القرآن الموجود المتداول بين الناس هو القرآن الذي ذكره الله في كتابه جل وعلا قال وقال تعالى كاف هايا عين صد حاميم عين سين قاف وافتتح تسعا وعشرين سورة بالحروف المقطعة وهذه الحروف المقطعة قد ذكر بعض أهل العلم أن هذه الحروف إنما ذكرت في بدايات السور للتحدي والإعجاز كأن الله تبارك وتعالى يقول للناس عامة بل للإنس والجن يقول الله لهم كاف هايا عين صد ألف لام ميم ألف لام ر ألف لام ميم صد نون قاف صد حاميم عين سين قاف أليست هذه حروفكم التي تكونون منها الجمل وتكونون منها الخطب وتقولون فيها الشعر هل جئناكم بكلام أعجمي أو هذا كلامكم الذي تتكلمون به وتتفاهمون من خلاله قالوا هذا كلامنا قال إذن هذا القرآن مكون من هذه الأحرف إيت بقرآن مثله فذكرت هذه الأحرف على سبيل التحدي والإعجاز ولذلك غالبا ما تذكر هذه الأحرف ويذكر بعدها القرآن مباشرة إذا ذكرت هذه الأحرف يذكر القرآن ألف لام ميم ذلك الكتاب لا رأي ألف لام ميم صد كتاب أنزل إليك قاف والقرآن المجيد فالقصد أنه إذا ذكرت هذه الأحرف غالبا ما يذكر بعدها القرآن الكريم لينبه أن القرآن إنما هو مكون من هذه الأحرف التي تتكلمون بها فإن كنتم صادقين فيما تدعون أن القرآن كلام محمد فأتوا بقرآن مثله من خلال هذه الأحرف التي أتى بها ربنا جل وعلا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف منه عشر حسنات ومن قرأه ومن قرأه ولحن فيه فله بكل حرف حسن قال حديث صحيح والظهر والله العالم أن هذا إنما ذكره ابن قدامى رحمه الله تبارك وتعالى من حفظه وإلا فإن الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ويكون رحمه الله تعالى وهمة في تصحيحه لمثل هذا الحديث وإنما الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله في الذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه فله أجران وهذا الأجران هما أجر القراءة وأجر المشقة التي تحصل له بهذه القراءة ولما ذكر الماهرة في القرآن قال هو مع السفرة الكرام البررة فبين أنه أعظم لكن تحديد هذا الأجر بأنه عشر حسنات أو أقل أو أكثر فالله العالم أنه لم يثبت فيه نص عن النبي صلوات ربي وسلامه عليه ولكن لا شك أن الذي يقرأ القرآن ويقيم حروفه أفضل عند الله من الذي يقرأ القرآن ويخطئ ويلحن في قراءته ويستطيع أن يتعلم لكنه يتكاثل أو لا يهتم بهذا الأمر وقال عليه الصلاة والسلام اقرأوا القرآن قبل أن يأتي قوم يقيمون حروفه إقامة السهم لا يجاوز تراقيهم يتعجلون أجره ولا يتأجلون وهذا قد وقع للخوارج يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يعني لا يدخل إلى قلوبهم ولا يؤثر فيهم ولا يعملون بمحكمه بل يتبعون متشابهة وقد أنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل قال وقال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما إعرابوا القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروفه لا شك أن الذي يقرأ القرآن قراءة حسن أحسن من الذي يحفظ حفظا خاطئا لا شك في هذا فلا بد الإنسان أن يتعلم قراءة القرآن وأن يحسن قراءة القرآن لأنه إذا قرأه قراءة صحيحة أصاب السن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن يقرأ القرآن غضا قطريا كما أنزل فليقرأ على قراءة ابن أم عبد يعني عبد الله ابن مسعود عبد الله ابن مسعود فالقصد أن القرآن الكريم ينبغي للمسلم أن يتعلم قراءته القراءة الصحيحة كما كان يقرأه النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لأصحابه من يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان فيأتي بناقتين كوما وين من غير ما إثم ولا قطعة رحم مسألة سهلة يذهب إلى مكان قريب وقال له بطحان ويأخذ ناقتين كوما وين يعني عظيمتين ولا يلحقه بذلك إثم أي لا يأخذ حقا من حقوق الناس من يحب ذلك فقالوا يارسى كلنا يحب ذلك هذا أمر يعني مال مثل ما يقولون ببلاشي يعني بسهولة وهون ولين قالوا كلنا يحب ذلك قال لأن يغدو واحدك من المسجد فيتعلم آيتين خير له من ناقتين وثلاث خير من ثلاث وأربع خير من أربع ومن أعدادهن من الإبل فلا شك أن تعلّم القرآن أمر واجب على المسلم أن يحسن قراءة القرآن أن يقرأه قراءة صحيحة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن فله بكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف قال وقال علي رضي الله عنه من كفر بحرف منه فقد كفر به كله واتفق المسلمون على عد سور القرآن وآياته وكلماته وحروفه ولا خلاف بين المسلمين في أن من جهد من القرآن سورة أو آية أو كلمة أو حرفا متفقا عليه أنه كافر وفي هذا حجة قاطعة على أنه حروف القرآن الكريم هو عبارة عن كلمات والكلمات مكونة من حروف هذا هو القرآن الكريم واتفق المسلمون على عده فلا يمكن لأحد أبدا أن يزيد حرفا في القرآن لا أقول كلمة لا أقول جملة حرف واحد لا يستطيع بل تشكيلة ضمة أو فتحة لا يستطيع وإذاك أنتم ترون قد يقرأ الإمام أحيانا فيخطئ بالتشكيل فيرد عليه المصلون خلفه لا يقبلون منه ذلك أبدا فلا يمكن لأحد أبدا أن يمرر على الناس كلهم زيادة حر أو نقص لكن إذا كان الذين خلفه لا يحفظون طيب فهذا شأن آخر هذا شأن آخر بل بعض الناس يعني قد يذكر أبياتا من الشعر ويقول قال الله سبحانه وتعالى لجاهله والناس اللي عنده يقول ما شاء الله قول عظيم قول عظيم فالقصد إذن أن القرآن الكريم محفوظ حفظه الله تبارك وتعالى بتوفيق المسلمين إلى حفظه جل وعلا حفظوه بحروفه وحركاته أبدا لا يمكن لأحد أن يزيد حرفا وإن كانت الحروف كما قال المؤلف هنا يعني معدودة وكلماته كذلك معدودة لكن هذا بحسب القراءات هذا بحسب القراءات لأن القرآن كما هو معلوم نزل على سبعة أحرف نزع سبعة أحرف القرآن العظيم كلها كاف شاف كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم آياته معروفة أي بحسب القراءات وحروفه معروفة يعني قد تختلف القراءات في عد الآي مثلا مثلا في سورة البقرة على قراءة حفص مائتان وست وثمانون آية على قراءة ورش خمس وثمانون ومائتين فاختلف العدد لكن لم تنقص آية ولم تزد آية أبدا وإنما اختلف في إيش في ترتيب الآيات عد الآيات فقط وأعطيكم على هذا مثالا آية الفاتحة كمثال أو عفوا سورة الفاتحة كمثال بالإجماع هي سبع آيات ولكن بعض أهم يرى أن بسم الله الرحمن الرحيم هي آية رقم واحد الحمد لله رب العالمين الآية الثانية الرحمن الرحيم الآية الثالثة مالك يوم الدين الرابع إياك نعبد وإياك نستعين الخامسة اهدنا الصراط المستقيم السادسة صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين السابعة في قراءة أخرى لا يعدون بسم الله الرحمن الرحيم آية وإنما الحمد لله رب العالمين هي الآية الأولى فيقول الحمد لله رب العالمين الأولى الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الثانية مالك يوم الدين الثالثة إياك نعبد وإياك نستعين الرابعة اهدنا الصراط المستقيم الخامسة صراط الذين أنعمت عليهم السادسة غير المغضوب عليهم ولا الضالين السابعة إذن اختلف عد الآية لما أخرجت بسم الله الرحمن الرحيم لكن هل زيد حرف زيدت كلمة أبدا هي كما هي فكذلك البقرة عندما تكون خمس وستون وثمان ومائتين أو ستة وثمان ومائتين لم يزيد حرف وإنما القضية ما فيها إيش أنه اختلف في أحيان الآية الطويلة تجعل إيش آيتين فقط وأحيانا قد تكون في بعض القراءات زيادة حرف أو زيادة كلمة كمثل قول الله تبارك وتعالى الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتولف إن الله هو الغني الحميد وفي قراءة ومن يتولف إن الله الغني الحميد بدون هو وكما في قول الله تبارك وتعالى تجري من تحتها الأنهار أو تجري تحتها الأنهار هكذا قرأ النبي وهكذا قرأه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكما في قوله ملك يوم الدين ومالك يوم الدين فتثبتوا فتبينوا وقضى ربك ووصى ربك وهكذا فهذه قراءات هذه قراءات تسهيل على الناس من عند ربنا جل وعلا فبحسب هذه القراءات كلها نؤمن بها فكل قراءة ثابتة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم نؤمن بها ونقبلها وعلى العين والرأس قال علي رضي الله وعلا من كفر بحرف منه فقد كفر أي بحرف ثابت فقد كفر أما إذا لم يعلم بهذا الحرف كان إنسان مثلا يعني أضرب لكم مثالا حدثني به أحد الإخوة يقول صليت في إيطاليا وكان الذين كنا نصلي يعني جماعة هناك أكثر المصلين من المغرب العربي ومعروف أن أهل المغرب العربي يقرؤون بقراءة ورش وقراءة قالون فيقول قدموني فصليت بهم طبعا هو يقرأ بقراءة حفص يقول ما أعطوني فرصة حتى في الفاتحة يصلحوا لي يقول أقول مالكي يوم الدين لورا يقول لي مالكي يوم الدين يقول ثم بدأت أقرأ كل ما قرأت صححوا لي بالقراءة مثل أحسبهم عندهم قراءة أحسب يظنون أني أخطأت في القراءة وهكذا فالمهم ما أتممت الركعتين إلا والتفت إليه قال لماذا تتقدم ارجع ارجع ما تعرف تقرأ يقول فأخرون وقدموا أحدهم يقول فلما صار يقرأ استلمته أنا يقول فصرت أصحح لما رأيت أني وحيد الذي يصحح أيقنت أنه في شيء يعني غلط هو ما أقول فلزمت الصمت فلما ما أدع هل ذكر أن أحدهم جاء وعلم أو بعد ما رجع إلى الكويت خلوا أنه في قراءات وهلا يقرون بقراءة وارش وأنت تقرأ بقراءات حاص أنت تظن أنهم يخطئون وهم يظنون أنك مخطئ فلا أنت مخطئ ولا هم مخطئون ولكن الخطأ جاء من الجهل من جهلك بقراءة ورش ونافع وقالون عن نافع وجهلهم بقراءة حفص عن عاصم فعلى كل حال أن من أنكر حرفا من القرآن ثابت فهذا كافر كما نص علي على ذلك قال ابن قدامى ولا خلاف بين المسلمين في أن من جهد من القرآن سورة أو آية أو كلمة أو حرفا متفقا علي أنه كافر وفي هذا حج قاطع لأنه حروف هذه مسألة إجماع بين أهل السنة والجماعة بين أن من قال إن القرآن فيه نقص أو زيادة أو خطأ أنه كافر لا يجوز أبدا أن يقال إن القرآن فيه زيادة أو يقال إن القرآن فيه نقص بل هذا كفر وخروج من دين الله تبارك وتعالى ثم قال ابن قدام رحمه الله تبارك وتعالى والمؤمنون يرون ربهم في الآخرة بأبصارهم ويزورونه ويكلمهم ويكلمونه قال تعالى أجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وقال تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون يعني الكفار قال فلما حجب أولئك في حال السخط دل على أن المؤمنين يرونه في حال الرضا وإلا لم يكن بينهما فرق وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم ترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته حديث صحيح متفق عليه قال وهذا تشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي فإن الله لا شبيه له ولا نظير يؤمن أهل السنة والجماعة بأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة ويكرمهم الله بهذا وهذا من أعظم بل أعظم النعيم الذي يمن الله به على المؤمنين في جنات النعيم أنهم يرون الله جل وعلي يتجلى لهم ربهم فيرونه وإن احتج محتج بقول الله تبارك وتعالى لموسى لما قال أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فهذا لا حجة فيه لماذا لأن الله تبارك وتعالى إنما قال لموسى لن تراني أي في حالتك هذه لأن الإنسان ضعيف والله تبارك وتعالى أخبر النبي صلى الله عليه أنه حجابه النور لو لو كشفه لأحرقت سبحات وجه ما يصل إليه بصره وبصره يصل إلى كل شيء سبحانه وتعالى فإنما منع الله موسى رحمة به لأن خلقه ضعيف ولا يستطيع من خلال هذا الخلق الضعيف أن يتحمل رؤية الله سبحانه وتعالى فقال لن تراني فلما تجلى ربه للجبل أي أن الجبل رأى الله سبحانه وتعالى ماذا حصل للجبل جعله دكا وهو جبل جلمود ومع هذا جعله دكا هنا علم موسى أن الله إنما منعه من ذلك رحمة به فخر موسى صعق خر موسى صعق لما رأى الجبل اندك من رؤية الله تبارك وتعالى وهذه الحجارة يجعل الله فيها يعني الإحساس وإذا قال الله تبارك إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنا وأشفقنا منها وقال الله تبارك وتعالى الحجارة وإن من الحجارة لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية لهذا القرآن فكيف الله سبحانه وتعالى وتجلى للجبل سبحانه وتعالى فإن سبحات وجه سبحات وجه سبحانه وتعالى لا يمكن للجبل أن يتحملها فكيف يتحمل هذا هذا الإنسان الضعيف وإنما يرى المؤمنون ربهم تبارك وتعالى يوم القيامة لأن الله يعطيهم من القوة سبحانه وتعالى ما يتحملون بذلك رؤية الله جل وعلا فعدم تمكن أو عدم تمكين موسى لرؤية الله تبارك وتعالى إنما كان رحمة بموسى وإلا فليس الجبل بأكرم عند الله من موسى صلوات ربي وسلامه عليه حتى يمكن الجبل ولا يمكن موسى صلوات ربي وسلامه عليه ولذاك ما قال الله إني لا أرى فقال لن تراني أي في حالتك هذه أنت لن تراني وأما قوله لا تذركه الأبصار فنعم حتى يوم القيام عندما يراه المؤمنون لا يدركونه ففرق بين رؤية الشيء وبين إدراك الشيء على حقيقته وإدراكه من كل وجه فإن الله عظيم وكبير سبحانه وتعالى وبكل شيء محيط فلا يمكن يدركه كما أننا لا ندرك مخلوقا من مخلوقات الله نرى البحر ولا نستطيع أن ندركها نرى السماء ولا نستطيع أن ندركها فكيف ندرك الله سبحانه وتعالى فنسأل الله أن يكرمنا بالنظر إليه ومنها قول الله تبارك وتعالى وجوه يوم إذن ناظر من النضرة والبهاء والنور قال إلى ربها ناظر أي تنظر إلى الله سبحانه وتعالى وهذا نص صريح في كتاب الله جل وعلا ومنه قول الله تبارك وعن الكفار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون قال الإمام الشاف فإذا حجب الكفار مكن المسلمون أي من رؤية ربهم تبارك وتعالى وإلا لو كان الكفار محجوبون لو كان الكفار محجوبين والمؤمنون كانوا محجوبين كذلك ما الفرق إذن بين المؤمنين والكفار فلو قيل الكفار إنكم عن ربكم محجوبون إنكم عن ربكم محجوبون لقالوا حتى المؤمنين لكن علم من هذا أن الكفار إذا كانوا محجوبين فإن المؤمنين غير محجوبين عن الله تبارك وتعالى ويكفي النص الصريح من النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم سترون ربكم نص من النبي صلى الله عليه وسلم كما ترون البدر لا تضامن في رؤيته لا تضامن أي لا تظلمون ما يقال لأحد مثلا لا تنظر حتى أنظر أنا أنظر أنت وأنا لا يظلم أحد أو لا تضامن لا ينضم بعضكم إلى بعض أينما نظرت ترى الله لأن الله الكبير سبحانه وتعالى جل وعلا قال وهذا تشبيه للرؤية بالرؤية لا تشبيها للمرئي بالمرئي يعني عندما يقول النبي ترون ربكم كما ترون القمر ليس أن القمر مثل الله أبدا ولكن الرؤية كالرؤية كما أنكم ترون القمر بدون انزعاج ولا تضام ولا ظلم كذلك ترون الله لأن القمر هو كمثل الله تبارك وتعالى فالله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى ثم تكلم بعد ذلك المؤلف عن القضاء والقدر ونترك الكلام عليه إلى الغد والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبارك عن يبينا محمد يقول ما معنى تكلم بكلام قديم كلام قديم يعني غير مخلوق يعني قديم معقيدة من الله سبحانه وتعالى والله يخبر عنه بالقديم ولكن لا يوصف بالقديم ولا يسمى بالقديم لكن يخبر عنه بأنه قديم وأما يسمى فهو اسمه الأول سبحانه وتعالى لكن من حيث الخبر يجوز الإخبار عنه بذلك ويريد المؤلف من قوله كلام قديم أي غير مخلوق غير مخلوق لم يحدث يعني في حديث وكلتا يديه يمين هل معناه اليمين كما يقول البعض هل معناه اليمن كما يقول البعض لا نقول كلتا يديه يمين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ونسكت يقول هل هناك حديث معنى الكبرياء الردائي نعم عندما يقول الكبرياء ردائي والعزة إزاري فمن نازعني شيئا من ذلك ألقيته في جهنم هل صحيح هذا عن نبي صلى الله عليه وسلم رجل البخاري وغيره لكن لا يقصد الكبرياء الردائي أنه يلبس رداء سبحانه وتعالى نعم يقول المقولة المعروفة الله عرفناه بالعقل هل فيها تفصيل فإذا قصد أنه بالفطرة عرفنا الله فهذا صحيح وإذا قصد غير الأدلة فقد عرفناه يعني هي كلمة هذه فيها حق وفيها باطل يعني عندما يقال الله عرفناه بالعقل أي أن العقل يدل على وجود الله نعم العقل يدل على وجود الله كما قال الأعراب البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير وسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج ألا تدل على اللطيف الخبير لا شك أن العقل يدل على وجود خالق لكن أسماء الله وصفات الله وأمره ونهيه ما عرفناه بالعقل وإنما عرفناه بالرسل لا يمكن للعقل أبدا أن يثبت صفة لله تبارك وتعالى أو أن يسمي الله باسم أو أن يعرف أمرا أو نهيا لكن ممكن يعرف مجملات أن الله لا يأمر إلا بما فيه مصلحتنا سبحانه وتعالى وأن الله له صفات الكمال وأن الله منزع عن صفات النقصة هذا كشكل عام لكن على التفصيل لا يعرف إلا عن طريق الرسل ما معنى التكييف والتمثيل والفرق بينهما التكييف مأخوذ من كلمة كيف التكييف مأخوذ من كلمة كيف يعني تجعل للشيء كيفية تجعل للشيء كيفية فتقول مثلا كيف تكون سيارتك كيف هي سيارتك فقالوا الكيف لا يعرف إلا من ثلاثة أمور إما أن يرى كانت تقول كيف هي سيارتك قال هذه سيارتي هذه سيارتي انظر إليها إذن علمت الكيفية أو ما علمتها بماذا علمت برؤيتها إذن تعرف كيفية الشيء برؤيته تقول كيف هي سيارتك أقول مثلا تعرف سيارة خالد خالد صديقي وصديقه تعرف سيارة خالد قلت نفسها بالضبط اخذتها اخذتها أبدا طبعا مو اخذتها ولادة اخذتها نفس سيارة خالد تماما فهنا عرفتها وما عرفتها عرفت سيارتي عرفت كيفيتها كيف عرفتها برؤية شبيهتها أو مثيلتها إذن إما أن يعرف الشيء برؤيته أو رؤية مثيله أو تقول كيف هي سيارة أقول سيارتي أربعة أبواب والله الحمد فيها أربعة ثوائر طيب ولونها بيضاء وفيها مميزات كيت وكيت وكيت وكذا وأبدأ أصفها لك تتخيل أو ما تتخيل تتخيل صورة معينة لهذه السيارة لا أعطيك مثال أو أوضح من هذا الآن لما أحمد لما أحمد الآن مثلا يقول لكم ترى العشاء عندي أرسوا شواء فراح ننظر لأحمد نقول لأحمد أوصف لنا البيت الله يتزاكر وين البيت قال البيت في قطعة كذا منطقة كذا مثلا قطعة كذا شارع كذا منزل كذا طيب ولما تجون البيت تشوف البيت حجر أردني مثلا طيب وهو ثلاث أدوار أمامه في حديقة والباب سور حديد وفي أربع انخلات عند البيت وتلقى سيارة مبنشرة عند البيت زين يبدأ يوصف لك أوصاف معينة زين أنت الآن تبدأ تتخيل صورة البيت في دينك بحيث أنك لو رحت الفريج هذا تقول هذا بيته شون عرفته من خلال الوصف من خلال الوصف لكن بشرط أن يكون أحمد صادقا ولا أحمد متوهق ما يبيعنا أن تعيش عنده عرشان ولا مصلنا السالمي عرشان ولا صفوان عرشان فالقصد إذن إذن بالوصف إذن تعرف كيفية الشيء إذن برؤيتي برؤية مثيلي بوصف الصادق أما التمثيل التمثيل تمثل الشيء أي تقول له مثيل مثلا طيب أو تمثله في ذهنك أو تمثله في ذهنك خيالا تقول له صورة كذا يعني نحن مثلا كان يخوفوننا قبل بحمارة القايلة أو بالطنطل أو بالطنطل تقول له شنو الطنطل هذا قال الطنطل هذا طولة 700 متر زين ولها 4 عيون 15 و 24 و 7 وكذا ما هو موجود لكن عرشان يخوفوننا زين يقول جاك الطنطل زين فالقصد هذا هذا تمثيل لكنه خيال لكنه وإيش خيال وقد يكون التمثيل لشيء يعني موجود وصط طبيعي يعني فهذا التمثيل فالتمثيل توصيف لشخص شيء معين أما التكيف فذكر الكيفية يقول ورث أحاديث إن الله رفيق إن الله طيب إن الله وتر هل هذه أوصاف أو أسمها الصحيح إنها أوصاف الصحيح إنها أوصاف لله تبارك وتعالى هل يؤخذ من اسم الوتر الفرد هل هذا صحيح نعم إن الله وتر معنى فرد سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو الواحد والأحد فرد الصمد هناك بعض المواقع تقول عن الشيخ بن باز بن اعتيمين إنهم علماء سلاطين فمن نصيحة لهم يعني مثل هذا الكلام لا شك إنه قد يقوله كثير من الناس يعني والدعاوى إن لم تقيموا عليها بينات فأصحابها أدعي أنا قال لي مثل هذا الكلام بشخص أمام عيني قال لي الشيخ ابن باز حتى ما يقول الشيخ الله مستعان قال ابن باز من علماء السلطة أو السلطان قلت له طيب أنا بس أريد منك شيئا واحدا قال ماذا قلت تقول من علماء السلطان قال نعم قلت أعطيني فتوى واحدة فقط أفتى بها الشيخ ابن باز توافق السلطان وتخالف القرآن بس أريد فتوى واحدة يظهر منها أنها تخالف القرآن وتوافق السلطان حتى نقول له عالم إيش قال لا ملازم بس هو معروف معروف يعني مثل هذا الكلام ما أخذ خير مثل ما يقولون والدعاوى ما في أسهل منها الدعاوى ما في أسهل منها وإذلك هؤلاء يتبنون آراء معينة فإن خالفهم مخالف اتهموه بشتة تهم ومنها أنهم علماء سلطان الله المستعان يقول أثر أبي بكر وعمر إعراب القرآن لا لا يصح هذا لا يصح لكن الأثر يتسامح فيها لكن لا يصح يقول ما معنى السخط السخط الغضب سخط الشيء بمعنى كرهه أو سخط من فلان بمعنى غضب عليه يقول هل الأحرف جمعت في بيت وهو نص حكيم قاطع له سر وهل يصح الكلام في هذا البيت ممكن ما في بس تجمع هذه الأحرف الأحرف تكون بداية السور تجمع ما في بس يقول أعد مسألة أعوذ بكلمات الله التامات أعوذ بكلمات الله التامات نقول لو كانت كلمات الله مخلوقة فلا يجوز لك أن تستعيدها بمخلوق ولا يستعيد النبي بمخلوق وكونه استعاذ بكلمات الله كلمات الله دل على أن كلمات الله صفة لله تبارك وتعالى أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق فدل على أنها استعدت بصفة من صفات الله فأنت استعدت في الله أصلا يقول أعرف شخصا اسمه عبد المطلب هل اسم صحيح أم لا وإذا كان غيره صحيح ما الطريقة المثلى لتصحيحه تغيير اسمه يروح السزارة الصحيح يقول غير اسمي هذه الطريقة الصحيحة عبد المطلب ظار الله العلم غير صحيح ولكن اختلف أهل العلم في عبد المطلب لماذا لأنه اختلف في اسم صحابي اختلف في اسم صحابي وهو من أبناء عم النبي صلى الله عليه وسلم معلوم أن النبي جده عبد المطلب فمن أعمام النبي صلى الله عليه وسلم الحارث الحارث من أعمام النبي صلى الله عليه وسلم جاء في اسم واحد من أولاد عم النبي صلى الله عليه وسلم المطلب ابن الحارث بن عبد المطلب وفي بعض كتب أهل العلم عبد المطلب ابن الحارث بن عبد المطلب فهنا هل كان اسمه المطلب أو كان اسمه عبد المطلب عفوا المطلب بن ربيعة بن الحارث هل كان اسمه المطلب بن ربيعة أو اسمه عبد المطلب بن ربيعة فبناء على اختلاف المحدثين وعلماء الرجال في اسم هذا الرجل وقع الخلاف في عبد المطلب فمن قال اسمه عبد المطلب قال لم يغيره النبي فدل على أنه ايش جائز وإلا لو كان غير جاهز كان غيره النبي صلى الله عليه وسلم ومن قال لا يجوز اسم عبد المطلب قال أصلا هذا لم يكن اسمه عبد المطلب وإن كان اسمه المطلب ولهذا وقع الخلاف في هذا الاسم بالذات في هذا الاسم بالذات بناء على النبي غيره أو لم يغيره يقول هل ثبت عن ابن عباس الحجر الأسود يمين الله في الأرض لا لم يثبت لم يثبت هذا الأثر يقول بالنسبة للأثر الإسرائيلي عندما قال أنا فوق وأمام ويمين وغلف فهل هذا يعني الله في كل مكان لا هذا لا يعني هذا وإن عناف إنه كما قلنا أثر إسرائيلي ولكن يجد أن الله محيط بكل شيء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هو الأول والآخر والظاهر والباطن قال هو الأول الذي ليس قبله شيء وهو الآخر الذي ليس بعده شيء وهو الباطن الذي ليس دونه شيء وهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء يقول في حديث الرؤية هل تكون المسافة ما بين الله والمؤمنين كما هي المسافة التي بين القمر والصحابة حبيبي منين جاء منين جيبونا المسائل هذه يعيش رأيكم يا حيان اللهم استعان نقف هنا والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم ومبارك عام بينا محمد شكرا لكم شكرا